اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووقفنا عند القاعدة الخامسة والخمسين قال رحمه الله الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا هذه القاعدة تتعلق بالإقرار والإقرار يعرفه العلماء بأنه الاعتراف بالحق فمن اعترف بحق لغيره فقد أقر به ولزمه ذلك لأن الإقرار مأخوذ من الثبوت واللزوم يقال قر الطير في وكره يعني ثبتا والإقرار يعتبر أقوى البينات ولهذا يعبر عنه العلماء بسيد الأدلة وذلك لأنه أقواها فهو أقوى من الشهادة وغيرها من البينات والأصل في الإقرار السنة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ماعز الأسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من قبل وجهه وقال يا رسول الله إني زنيت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقر على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال هل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوه فأقيموا عليه الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إقرار ماعز الأسلمي وكذلك ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث العسيف وهو الأجير كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس لا اذهب لامرأته فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اعترفت هذا أصل في اعتبار الإقرار والعمل به والقاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله لا عذر لمن أقر روية حديثا فروية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عذر لمن أقر لكن العلماء قالوا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه صحيح فهو لا يثبت من جهة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح فإن من اعترف لثبت عليه اعترافه وليس له عذر في انكاره على تفصيل سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى والإقرار إنما يصح من المكلف وهو البالغ العاقل يصح من المكلف المختار يعني الذي ليس مكرهاً إكراهاً ملجئاً الذي ليس محجوراً عليه فيصح من مكلف مختار غير محجور عليه لا أما غير المكلف وهو الصبي والمجنون والمكره إكراهاً ملجئاً فهذا لا يصح منه الإقرار وكذلك المحجور عليه لسفه وكذا لصغر فإن إقراره لا يصح ولما كان الإقرار دليلاً قوياً على الحق فإنه يترتب على ذلك أن من أقر على نفسه بشيء إذا ادعى الغلط في الإقرار فإن ذلك لا يقبل منه فلو قال لا أخطأت في الإقرار ورجع عن اعترافه بالحق فإن ذلك لا يقبل منه ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لإنما أقضي بنحو ما أسمع الحديث كما في الصحيحين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما سمعه قضى به فيلزم من ذلك أن المقر لو رجع فإنه لا يقبل إقراره بل يقضى بما أقر به فهذا الحديث يلزم منه أن من رجع عن الإقرار فإن رجوعه لا يقبل وهذا في حق الآدميين فإن من أقر وادع بعد الإقرار الغلط في الإقرار فإن ذلك لا يقبل منه وهذا في حقوق الآدميين وذلك لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة أما من ادعى غلطا في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى فهل تقبل دعواه للغلط هل تقبل دعواه لهذا الغلط أو أنها لا تقبل هذه المسألة فيها تفصيل وذلك بأن يقال حق الله سبحانه وتعالى له حالا الحال الأولى أن يكون حق الله سبحانه وتعالى مما يدرأ بالشبهات وذلك كالحدود كحد القصاص وحد الزنا وغيرهما من الحدود لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات فإذا رجع في هذه الحال فإن رجوعه يقبل إذا ادعى الغلط في هذه الحال فإن دعواه للغلط تقبل وذلك لأن دعواه الغلط شبهه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات الحال الثانية أن يكون حق الله سبحانه وتعالى ليس مما يدرأ بالشبهات وذلك كالزكاة والكفارات ونحوها من حقوق الله سبحانه وتعالى التي لا تدرأ بالشبهات فحينئذ إذا ادعى الغلط بعد الإقرار فإن دعواه لا تقبل لأنه يترتب على هذا إسقاط حق الله سبحانه وتعالى وليس هناك شبهة تقوي لدعواه لوقوع الغلط في الإقرار وعلى هذا لو أنه قال لم أدي الزكاة فأقر على نفسه أنه لم يعطي الزكاة ثم رجع بعد ذلك عن هذا الإقرار فقال بل أعطيتها فحينئذ لا يقبل رجوعه لأن الزكاة تتعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى وليس مما يدرأ بالشبهات بخلاف ما لو أقر بالقصاص لو أقر بالقتل ثم رجع قبل أن يقام عليه الحد وادعى أنه غلط في الإقرار وذلك قبل أن يأخذ الحكم صفة القطعية فإنه لا يقبل رجوعه فإنه يقبل رجوعه وذلك لأن هذا الحد من الحدود التي تدرأ بالشبهات وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن حق الله سبحانه وتعالى الذي لا يدرأ بالشبهات لا يؤثر فيه دعوى الغلط من غير خلاف فمن أقر ثم ادعى الغلط بعد الإقرار فإن دعواه الغلط لا تقبل قال رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا قال المصنف رحمه الله لا عذر لمن أقر لا عذر يعني لا يقبل أي عذر لأن العذر هنا نكر في سياق النفي فتعم جميع أنواع الأعذار لمن أقر لمن هنا يشمل كل مقر ممن يصح إقراره وهو المكلف المختار الذي ليس محجورا عليه قال ولو ادعى غلطا هذه المسألة مبنية لعلى قوله لا عذر لمن أقر وقد عرفنا أن دعوة الغلط لا تؤثر في حقوق الآدميين ولا تؤثر أيضا في حقوق الله سبحانه وتعالى التي لا تدرأ بالشبهات على الصور الثلاث التي تقدمت معنا وهي حق الآدم وحق الله الذي يدرأ بالشبهات وحق الله الذي لا يدرأ بالشبهات قال رحمه الله السادسة والخمسون يعني القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف هذه القاعدة ذكر فيها الشيخ رحمه الله أن الوارث يأخذ حكم مورثه في كل شيء يتعلق بالتركة أن المورث يأخذ حكم مورثه في كل شيء يتعلق بالتركة وذلك لأنه بدل عنه والبدل يأخذ حكم الأصل ولهذا يقول العلماء البدل يأخذ حكم المبدل منه ويسد مسده وقد تقدمت هذه القاعدة في القواعد السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله وكل شرط في الأصل فإنه يكون معتبرا في البدل وهذا هو الأصل ولهذا يقول العلماء الأصول أو شروط الأصول معتبرة في أبدالها شروط الأصول معتبرة في أبدالها يعني الأشياء المشترطة في الأصل تكون أيضا مشترطة في البدل لأنه يقوم مقامه ويسد مسده ومن ذلك هذه القاعدة وهذه القاعدة هي في الحقيقة ضابط لأنها تتعلق بباب من أبواب الفقه وهو الميراث تتعلق بباب من أبواب الفقه وهو قيام المورث مقام قيام الوارث مقام المورث في كل شيء يتعلق بالتريكة ومن أمثلة ذلك المطالبة بالدين فإن المورث إذا كان له دين على غيره ومات قبل أخذه فإن الوارث يقوم مقامه في المطالبة بهذا الدين وكذلك في سداد الدين فإذا كان المورث عليه دين ومات قبل الوفاء فإنه يجب على الوارث أن يقضي هذا الدين ويسدده لأن الوارث يقوم مقام المورث وكذلك خيار العيب فإن المورث إذا اشترى سلعة ثم مات ووجد فيها عيب فإن الوارث له أن يطالب فإن الوارث يثبت له خيار العيب لأن خيار العيب إنما شرع لرفع الضرر ولهذا لا يكون له وقت محدد سواء طالب به المورث في حال حياته أم لم يطالب به ولهذا العلماء ينصون على أن خيار العيب لا المقصود به رفع الضرر فلهذا لا يكون له أجل محدد ومثله خيار التدليس وكذلك يقوم مقامه في تنفيذ الوصايا فإن الوصية تثبت بعد موت المورث فيقوم الوارث بتنفيذ هذه الوصية وكذلك يقضي حقوق الله سبحانه وتعالى من الزكوات والكفارات ونحوها فالوارث يقوم مقام المورث في كل شيء يتعلق بالتركة واستثنى الحنابلة في المشهور من المذهب خيار الشرط وخيار الشفعة خيار الشرط والشفعة فقالوا إذا طالب بهما المورث في حال حياته فإن الوارث يقوم مقامه أما إذا لم يطالب بذلك وذلك بأن مات قبل أن يطالب بخيار الشرط وقبل أن يطالب بحقه في خيار الشرط أو لحقه في الشفعة فإن هذا الحق يسقط بالموت ولا يقوم الوارث مقام المورث في ذلك ووجه التفريق بين خيار الشرط والشفعة وغيره ما من المسائل الأخرى التي يقوم الوارث مقام المورث وجه التفريق بينهما عند الحنابلة في المشهور من المذهب أن خيار الشرط والشفعة متعلقان بالمال لا بالمال والمالك وهو المورث إذا مات قبل المطالبة سقط حقه بخلاف الحقوق الأخرى كخيار العيب والسداد الدين ونحوها مما تقدم ذكره فهذه متعلقة بالمال ولهذا فإنها لا تسقط بموت المورث وهذا التفريق الذي ذهب له الحنابل رحمه الله يرى الشيخ رحمه الله أنه تفريق ضعيف ولهذا قال في قول ضعيف قال إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث يعني بهما في قول ضعيف وهذا القول هو المشهور عند الحنابل رحمه الله وإنما ضعفه لأنه لم يقم عليه دليل معتبر عنده والأصل عدم الاستثناء فالأصل أن المسائل يكون حكمها واحد ولا يفرق بينهما إلا بفرق مؤثر وهذا الفرق الذي ذكره يرى رحمه الله أنه ليس فرقا مؤثرا وبناء على هذا فإن خيار الشرط والشفعة عند الشيخ يقوم الوارث فيهما مقام المورث وذلك لعدم وجود دليل يفرق بينهما وبين لغيرهما من المسائل الأخرى لقال رحمه الله القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها يعني كالعبادات فإنه يحمل كلام الناطقين على مرادهم وهذه القاعدة متفرعة على قاعدة أخرى عظيمة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها لأنها متعلقة بالقصد في قوله على مرادهم يعني على مقصودهم فهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله مبنية على تلك القاعدة الكبرى وهي الأمور بمقاصدها وقد تقدمت معنا في أول القواعد ومعنى القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هنا لأننا نحمل كلام المتكلم على نيته لا على ظاهر لفظه أن كلام المتكلم يحمل على نيته وقصده لا على ظاهر لفظه ويدل على هذا النص والنظر الصحيح أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات والأعمال لفظ عام يدخل فيه لألفاظ المتكلمين ألفاظ الناطقين فتكون معتبرة بالنية ويحمل مراد المتكلم عليها وأما النظر فهو أن المعنى هو المقصود من اللفظ أما اللفظ فهو وسيلة إلى المعنى وإذا تعارض المقصود والوسيلة فإن المقصود يقدم فالنية هي المقصود واللفظ وسيلة إليها إلى المعنى أن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه وإذا تردد اللفظ بين الأصل والوسيلة فإن الأصل يقدم وهذه المسألة وهي مسألة ما يحمل عليه كلام الناطقين لها حالان الحال الأولى أن يكون كلام المتكلم يتعلق بنفسه هو حال الأولى أن يكون كلام المتكلم يتعلق به هو و مثال ذلك لو قال والله لا آكل شيئا ونوى طعاما معينا كما لو نوى اللحمة أو نوى الفاكهة أو نوى شيئا محددا فإنه حينئذ تعتبر نيته وإن كان لفظه عاما لأنه قال لا آكل شيئا وشيء هنا لفظ عام كما أنها ناكرة أيضا جاءت في سياق النفي فتعم كل شيء لكنه يحمل على مقصوده وهو الطعام الذي نواه كاللحم أو الفاكهة أو نحو ذلك من الأطعمة التي نواها فحينئذ لو أنه أكل غير هذا الطعام لا يحنث لأن لفظه حمل على شيء معين وهو ما نواه فلو نوى اللحمة وأكل من الرز مثلا فإنه لا يحنث لأن لفظه وإن كان عاما إلا أنه يحمل على ما نواه والنية لها أثر عظيم في ما يحمل عليه لفظ المكلف فيما يتعلق بنفسه حتى إنه قد يكون اللفظ عاما فتخصصه النية وقد يكون اللفظ خاصا فتعممه النية يقول ابن رجب رحمه الله من غير خلاف في ذلك فالنية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص فمثال تخصيص النية لل اللفظ العام لو أن شخصا قال نساء طوالق واستثنى بقلبه واحدة استثنى لسلم مثلا فإن جميع نسائه يطلق إلا لسلم لأنه استثناها بنيته وقلبه فالنية هنا خصصت اللفظ العام وكذلك تعمم اللفظ الخاص ومثال ذلك لو قال والله لا أكلم فلانا أو قال لا أكلم لامرأتي حتى يتضح المثال بصورة أكبر فلو قال والله لا أكلم امرأتي ونوى بذلك هجرانها في كل شيء فإنه يحنث بوطئها مع أنه تلفظ بشيء خاص وهو الكلام فقال لا أكلمها لكنه نوى هجرانها في الكلام وفي غيره فإذا وطئها فإنه يحنث كما لو كلمها فإنه يحنث أيضا هذه هي الحال الأولى وهي أن يكون الكلام يتعلق بنفسه الحال الثانية أن يكون كلام الناطق يتعلق بغيره فحين فحينئذ يحمل كلامه على نيته لأن هذا هو الأصل يحمل كلامه على نيته لأن هذا هو الأصل إلا إلا في حالة إلا في حالة واحدة وهي إذا طالبه غيره بمقتضى ظاهر لفظه إذا طالبه غيره بمقتضى ظاهر اللفظ لأن هذا هو الظاهر من الكلام فيكون معتبرا ومثال ذلك لو قال امرأتي طالق وأراد أنها طالق من وثاق فحينئذ يكون المعتبر هو نيته وذلك لأن هذا هو الأصل لكن المرأة لو طالبت بالطلاق ولم تصدقه في نيته فإنه حينئذ يحكم عليه بالطلاق لأن هذا هو ظاهر لفظه فكما قلنا لو قال امرأتي طالق وأراد أنها طالق من وثاق فيحمل لفظه على نيته لأن هذا هو الأصل وهو اعتبار النية إلا إذا طالبت زوجته أو طالب زوجه بذلك بالطلاق فإنه يحكم عليه به لأن هذا هو ظاهر لفظه ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما أقضي بنحو ما أسمع فالنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق الحكم الذي هو القضاء بظاهر اللفظ وهو ما يسمع لأن الذي يسمع هو ظاهر اللفظ ليس النية فقال إنما أقضي بنحو ما أسمع فيدل ذلك على أن القضاء يكون بناء على ظاهر اللفظ لأن ظاهر اللفظ هو الذي يسمع أما النية فلا لا تسمع ويدخل في هذا الباب الكنايات عموما ككنايات الطلاق وكنايات الظهار وكنايات الألوقف ونحو ذلك من الألفاظ التي ليست صريحة في الدلالة على المعنى لكنها ظاهرة فيه أو خفية لكنها تدل عليه سواء كانت ظاهرة أم كانت خفية فيدخل في هذا الألفاظ التي ليست صريحة في الدلالة على المعنى لكنها تدل عليه سواء تدل عليه دلالة ظاهرة أم تدل عليه دلالة خفية ومن لطيف ما يذكر لما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل ومعه امرأته فقال فقال إنها قالت لسمني يعني لأذكر لي اسما فقال أنت الطيبة فقالت لسمني لإسما آخر وهي تريد أن تحتال عليه فقال ما هو فقالت سمني لبتله طالق فقال أنت بتلة طالق وبتله لفظ من الألفاظ الكنائية الظاهرة فجاءت إلى عمر رضي الله عنه ومعها زوجها وقالت إنه قد طلقني وطالبت بالطلاق فأخبره الرجل بالقصة فضربها عمر رضي الله عنه بالدرة على رأسها ثم قال للرجل خذها بيدها قال اضربها على رأسها وخذها بيدها يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الحادثة يقول وهذا هو الفقه الذي يدخل القلوب من غير استئذان فعمر رضي الله عنه هنا لم يعمل ظاهر اللفظ وذلك لأن الرجل لم يرده لم يرد ظاهر اللفظ وإنما أراد شيئا آخر وهو التسمية وهذا يدلنا على أن النية لها أثر كبير في الأحكام وفي الفاظ المتكلمين ونقف عند القاعدة الثامنة والخمسين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر